وبعدين كمان يعني لا جزيه كان عنده ميزة جبيرة جدا كان جريء وعارف يتعامل مع مع اللعيب المصري والبناء ده من المصري وعارف يتعامل معنا ازاي وفاهم احنا بنشتغل ازاي وهو قدر يوصل ان انا هتعامل وهاخد منكو احسن حاجة ازاي حتى اللعيب يعني برضو عمل مشترج كمان في مارس الكولر اعتقد هو بيشتغل المنضوع ده كويس جدا شوفنا اداء مغاير جدا ليه عناصر حسين الشاحات محمد يهاني حتى كمان بيرسي تاو خلي بالك احنا يعني بيرسي تاو ده الراجل جاي واحنا كلنا بنقول خلاص دي صفقة فاشلة وهيمشي وخلاص يشوف له بقى اي حاجة الفلوس اللي انصرفت والليت بقى وبعد كده بيبقى من احسن عناصر في الفرق حسين الشاحات نفس الكلام دي قصة مدرب الراجل بيدي اريحية جدا بيدي ثقة مش مقلق الناس مش مخوف الناس مش عامل لود على الناس كمان مريحهم الحتة البدنية اكيد واضح جدا ان هو عندهم المخزون البدني تحس ان مفيش ودي الشطارة ان هو دخل كل الناس فكله توزع التوقيتات توزعت على الناس كلها خصوصا في الحتة بتاعت نقص الملعب احنا كان عندنا مشكلة ده حيئة افشا مش موجود فيه مشكلة السلائة مش موجود فيه مشكلة لكن دلوقتي تدخول كمان مروان بالشكل ده خلي بالك من سنين محدش دخل في شهر واحد في التوقيت ده ولعب ودخل في فرقة فطبعا توفيق كبير جدا لكن هو لعبكه كبير اوي هو فرق معنا جدا مروان صراحة ولعب هاير ولعب زكي وشتغل بنيه كويس جدا قافل المساحات كويس قادر يلعب ستة كويس خلي بالك لما كولر برضو جي جرب ديانج وانا كنت شايف ديانج ملعبش ستة ديانج عنده الحماس وعنده الكوة وعنده يعني مسته في قوته البلدانية فهو عايز هو مع الكورة عرطول يجري فكرة ان انت تبقى ستة بتلعب لوحدك ستة وتاخد الكورة وتجري وتتحرك لا ستة تلعب بمكانك زي موران كده هتلاقي عرطول محضر لعب السهل عرطول تحت الكورة قافل المساحات فهتلاقي الدنيا بالنسبة له سهل فبصراحة الرجل لا الرجل هايل وعجبني كمان تصراحات ان هو لا بيقول لهم احنا عايزين احسن من كده بس برضو شوية ممكن اللعيبة حسة بالماتش او بيفكروا في الماتش اللي جاي فده يمكن اناخذ من انا توقعت قبل الماتش ان يكون التركيز بتاعت اللعيبة كلها منصب على ماتش الوداد بس انا احنا استمتعنا النهاردة بالله